أنهت البرصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بدغوط مبيعات للمتعاملين الأجانب واتفع وتراجع رأس المال السوقين نحو مليارين وخمسمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى سبمات واثنين مليار جنيه أما على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر اي جي اكس الثلاثون بنسبة اثنين وثلاثين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى أحد عشر ألفا ومائة وثمان وثلاثين نقطة كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس سبعون متساول أوزان بنسبة واحد وثمانية وخمسين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ألف وثمانمائة وتسعة عشرة نقطة هبط مؤشر اي جي اكس مئة متساول أوزان بنسبة واحد وسبعة وثلاثين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ألفين وثمانمائة وثمانين نقطة الأسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي نحو 15 جنيه و 66 قرشا للشراء و 15 جنيه و 75 قرشا للبيع أما بالنسبة لسعر اليورو فوصل سعره إلى 17 جنيه و 52 قرشا للشراء و 17 جنيه و 64 قرشا للبيع بالنسبة للسعر الاستليني وصل سعره إلى 20 جنيه و 98 قرشا للشراء و 21 جنيه و 11 قرشا للبيع بالنسبة للأسعار العملات العربية وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 4 جنيهات و 26 قرشاً للشراء و 4 جنيهات و 29 قرشاً للبيع أما عن سعر الريال السعودي فوصل سعره إلى 4 جنيهات و 17 قرشاً للشراء و 4 جنيهات و 20 قرشاً للبيع في أسواق المعادن النفيسة قفز سعر البلاديوم بنحو 6% مسجلاً نحو 2500 و 3 دولارات كما زاد أسعار الذهب في المعاملات الفورية لتصل إلى 1909 دولارات للأوقية أما على صعيد المحلي فسجل عيار الذهب 18 نحو 719 جنيه أما عن عيار الذهب 21 فقد سجل نحو 838 جنيه وهو الأكثر مبيعاً أما بالنسبة لعيار الذهب 24 فوصل سعره إلى 958 جنيه أما عن سعر الجنيه الذهب فوصل سعره إلى 674 جنيهات ترجمة نانسي قنقر